هكذا عاد الطبيب البريطاني عباس خان إلى بلاده وقد أفرج عنه نظام الأسد في نعش عباس خان جراح العظام البريطاني ذو الاثنين والثلاثين عاماً تقول والدته إنه تأثر بمحنة السوريين الذين إما قتلوا أو أصيبوا خلال الحرب قتل خان يوم الثلاثاء السابع عشر من الشهر الحالي وشيع جثمانه في مسجد لندن المركزي بمشاركة المئات من أبناء الجالية العربية والمسلمة يوم الخميس الماضي بدأ عمله الطبي بمخيم للاجئين السوريين في تركيا ليعبر إلى سوريا ويستكمل تطوعه في معالجة المدنيين وبعد عدة أيام اعتقله نظام الأسد على أحد حواجزه في حلب خلال توجهه لإسعاف جرحاً مدنيين وذلك في تشرين الثاني من العام الماضي وقبل موعد الإفراج عنه بثلاثة أيام ادعى نظام الأسد أن عباس انتحر في زنزانته شقيقه قال إن وزارة الخارجية البريطانية أبطأت خطواتها في فك سراح أخيه لنحو الثلاثة عشر شهراً فيما اعتبرت الهيئة العامة للثورة السورية أن نظام الأسد لم يطلق سراح الطبيب حياً خشية أن يروي للمجتمع الغربي ما شاهدهم من موارسات النظام من قمع وقتل خلال وجوده في سوريا عباس خان رحل عن هذه الدنيا دون أن يودع زوجته وطفليه عبدالله ورقيا الذين لطالما فرحوا برسالة تخبرهم أنه سيعود إليهم خلال أيام أحد الأطباء في مدينة سراقب تحدث لحلب اليوم عن الطبيب الإنسان عباس خان وعن حماسه واندفاعه لمداوة أي جريح شكراً عباس خان شكراً أيها الطبيب الإنسان وربما كلمة شكراً لا توفيك حقك ولكنها جديرة بأن تذكر أطباء سوريا بالعودة إلى وطنهم لمداوة أبنائه سيف الرضا حلب اليوم